موسيقى نحن سنعرف بأن السادة العدول هم وناس يشتغلون بسياسة القرب يعني تقريب الخدمات من المواطن تنقلوا بعد مرات إنسان يقدروا يكونوا موجودين في مناطق نائية ويصعبوا عليهم التنقل فالسادة العدول يتجشمون يعني مشاق هذا التنقل وتمشيوا وتقدموا هذه الخدمة يعني أن العدل هو قريب من الشعب من اهتماماته فكيف لا ونحن تنجدوا واحد المواطن ربما لظروف خاصة وجدة في المؤسسة دي الإعادة التربية هي السجون ففي هذا السجن تكون عندهم جموعة دي الأمور لخصوين جزاء يعني مصالح ستعطل وتقدر الإنسان يكون مسؤول في دولة يقدر يكون إنسان قاسر يقدر يكون كذا فإذا هذه المصالح اللي مرتبطة بأناس آخرين فخصونا نحن نكونوا معاها يعني خصونا نسهلوا هذه المصالح فالسادة العدول بناءًا أن هذا السجين رجل أو امرأة تتقدموا بواحد طالب الوكي السيد الوكي العام الملك بشأنهم تبغيوا نجزوا واحد المهمة من المهام إما زواج إما الطلاق إما وإما وإما أو عقود عقود بايع عقود كذا عقود وكالات فهنا يشم توقع هو أن السيد الوكي العام بناءًا على السجن الرضعية دياله ويعني العقوبة دياله علاش توقع موضوعه هنا تشوف الموافقة إما تكون موافقة مفتوحة أو مشروطة بشرط يعني أنا ويدر أي توكيل إداري إلا البيع لأنه لو كان عنده مشاكل مالية ما يمكنش نعطيك أناية هنا وتكون هنا واحد وصي قانوني لتتبع معك تتبع هذا المصطر في السيرورة ديالها يعني للدولة تتحط باش أن هذا الإنسان ما يمكنش يدير شي تصرفات التي تضر بمصالح الغير اللي هو بسببها محكوم عليه فإذن سدى العدول ينجزون عقد الزواج داخل السجن طبع المرات سترافقنا الزوجة أو يرافقنا الزوج وتنمشون داخل السجن وتنقوموا بهذه العملية أو أننا تنمشون عنده باش ينجز واحد العقد وكالة خاصة بزواج أو خاصة بطلق أو تكون وكالة خاصة بأمور إدارية علاش عنده شركات عنده مصالح خاصة تقدم فهذه الوكالة تنجز يعني تحت رقابة المؤسسة السجنية اللي هي نتنقل النيابة العامة وكذا هذا أولي ترجمة نانسي قنقر